علق البرلمان الليبي إلى الإسبوع المقبل جلسته المخصصة لمناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وخلال الجلسة ناقش النواب نصوص مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية بما فيها حق الترشح وإجراءاته شهدت الجلسة تباين في وجهة النظر وجهة نظر النواب بطبع خاصة حول أشروط الواجب توفرها للترشح للانتخابات الرئاسية حسب ما أفدت به مصادر من داخل المجلس أما عن الميزانية فأعلن المجلس أنه يتلقى من الحكومة مشروع قانون الميزانية بعد تعديله وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلاحق أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطط 111 مليار دينار تعليق إلى الأسبوع المقبل هذا ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب الليبي التي خصصت لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وتبادل الحضور الأراء بشأن آلية انتخاب الرئيس وشروط الترشح للانتخابات في إطار مسودتين حول مشروع قانون انتخاب الرئيس إحداهما قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأخرى قدمتها اللجنة المشكلة من مجلس النواب مع المفوضية وبخصوص ما تردد عن احتمالية مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة رد رئيس مجلس النواب عقيل صالح بالتأكيد على أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق أما عن مشروع قانون الموازنة الذي تأجلت مناقشته أكد مجلس النواب أنه تلقى من الحكومة مشروع قانون الميزانية بعد تعديله والذي قدر بأكثر من 111 مليار دينار ليبي مع زيادة في بند الرواتب وكان مجلس النواب رفض في سبع جلسات سابقة اعتماد مشروع قانون الموازنة العام للدولة الليبية للعام 2021 وليس واضحا إن كانت تعديله مرضيا للمجلس أم سيتواصل الخلاف بشأن مطالبات تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي وحسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت وينضم إلينا ضيفانا من القاهرة عبد البسط بن هامل لرئيس تحرير موقع الساعة 24 الليبي أهلا بك ومن ترابلس عبر إسكايب إبراهيم بالقاسم الكاتب والباحث السياسي أهلا بك أبدأ معك سيد عبد البسط يعني هنا الحديث عن للمرة الثامنة ربما تعليق الجلسة لمناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو قانون الترشح لانتخابة الرئاسة برأيك لماذا يتعذر الأمر إلى هذا الحد؟ أولا بسم الله تحيي لكم ولكل المشاهدين الكرام ويضيفك الأستاذ إبراهيم الحقيقة هي العدم المسؤولية من قبل أعضاء مجلس النواب لأن المرحلة دقيقة والمساحة بدأت تضييق شيئا فشيئا مع 24 ديسمبر ومسألة الحقيقة فيها وجهات تتبايد أن أراء كبيرة جدا يعني يجب الحسم سريعا نحن كنا نعول أن يكون داد المجلس النواب وعضاء برغم كل الخلافات السياسية الكبيرة جدا وحالة تتشضي لكن المرحلة أعتقد أنها هدأت بشكل كبير جدا وكان يتطلب فيها تغليب المصلحة العليا وهي مصلحة الليبيين الشعب الليبي الذي يعاني الأمرين حقيقة وهذه مشكلة نراها ونعيشها البرلمانيين يريدون أن يستمر حالة سواء البرلمان أو مجلس الدولة يريدون بعضهم وليس كلهم حقيقة لا أستطيع أن أجمل الكثيرين في هذا الوعاء بعضهم يريد استمرار البقاء موجود في المشهد السياسي الليبي ولا يريدنا الذهاب إلى انتخابات وهذه مشكلة حقيقة ومعضلة كبيرة جدا نعم طيب سيد إبراهيم بلقاسم استحقاقان استحقاق انتخابي وأيضا الميزانية نحن يعني الوقت هنا عنصر مهم جدا انتخابات بعد أشهر قليلة في نهاية العام وأيضا العام قارب على الانتهاء دون اعتماد الميزانية برأيك لماذا يحدث ذلك؟ أهلا بك تحية لك وتحية لضيف الكريم ومشاهد الكرام حقيقة أن مجلس النواب اليوم يحاول بقدر الإمكان أنه يقفز على جهود المنتد السياسي فيما يتعلق بالقواعد الدستورية ويضع خيار انتخاب رئيس مباشر من الشعب خيار كأمر واقع أمام المنتد السياسي الذي يعني للأسف يبدو أنه متعثر ويبدو أن مجلس النواب رغم كل الظروف التي مر بها والتي جعلته مهالها لو مفرغ من المحتوى لكن اليوم يبدو أنضج بكثير من المنتد السياسي باعتبار أن هناك جلسة وجريت اليوم للجنة توفقات داخل المنتد السياسي دخلت ثلاث مقترحات وخرجت بأربعة بمعنى أن المنتد السياسي اليوم غير قادر أساساً على أن يستكمل باقي استعلاقات متعلقة بالقواعد الدستورية حتى نذهب إلى انتخابات 24 ديسمبر لكن بشكل عام أظن أنه يعني هناك إرادة إلى حد ما ستحاول أن تنعكس بقدر الإمكان إذا وجدت من يلتقتها في داخل مجلس النواب بالرغم أن مجلس النواب كما شرت في البداية يعني لا يبدو لا يبدو واقعياً في بعض الأحيان لأنه منطلق اليوم في بحث مسألة انتخاب شروط انتخاب رئيس الدولة هو منطلق إقصاء الخصوم والمنافسين ليس عملية الدفع باتجاه المشاركة السياسية بمعنى أنه نعود مرة أخرى وكأن حالة الصراع مازالت قائمة ومازال البعض يفكر في أنه لا خيار إلا الخيار أو المعادلة الصفرية أما أنا أو خصومي ولا يؤمن بعض الأطراف السياسية بالمشاركة السياسية الواسعة بمعنى أنه في ليبيا اليوم لا يمكن أن يقاد المجال العام والمجال السياسي أو السلطة من فصيل واحد اليوم مثلاً على سبيل المثال في حالة التسوية التي نعيشها اليوم حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء السياسيين تقريباً هناك ممثلين لحفتر هناك ممثلين لأنصار نظام السابق ليس فقط سيد إبراهيم يعني الحكومة الوحدة الوطنية التي تجمع الفرقاء لكن هناك أيضاً مطلب إذا أخذنا أو وسعنا الصورة بشكل أكبر هناك مطلب بأن لا ينفرد مجلس النواب بمناقشة قانون الانتخابات وأن تكون هناك لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وهذا ما نفاه رئيس مجلس النواب أو رئيس البرلمان إذن هل تشكل هذه معضلة جديدة تضاف إلى المشهد السياسي؟ بموجب الاتفاق السياسي في المادة 23 تبدأ في صياغتها بما لا يخل بصلاحيات مجلس النواب تشكل لجنة التوافق ما بين مجلس النواب ومجلس أعلى الدولة لباحة مسألة الانتخابات لسبتها على الدستور وأيضاً أي انتخابات أخرى وأي أمور لا علاقة بخيارات أو استحاقات سيادية أو استحاقات أمة في هذه المرحلة بمعنى أن الانتخابات ليست أخلاقياً قبل أن تكون سياسياً وقبل أن تكون مسألة تشريعية وقانونية أخلاقياً يجب أن تذهب لعملية الحوار المجتمعي والاتفاق العقد الاجتماعي والحديث والحوار ما بين أطراف السياسي حوار سياسي حقيقي بين أطراف السياسي الليبية حتى نضمن أن تنجح هذه الانتخابات وأن تكون وسيلة لمرحلة مستقرة وأن يقبل جميع بالقوة سيد عبد الباصط يعني أنتقل بالسؤال إلى سيد عبد الباصط يعني تعذر الحوار ما بين الفرقاء وهنا جاء التأكيد من رئيس البرلمان بعدم حقية مجلس الدولة لمناقشة هذا الأمر هل بذلك البرلمان يضع العصى في الدوليب؟ والله يشوفي نقولك الوضع في ليبيا وضع مهوش طبيعي يعني عشان نحن نضع فيه حتى القوانين ونمشي معاها ونقولوا أنه والله يراهوا هذه اللي حان يعني حتى لو وضعت مئة قانون في ليبيا عندنا مشكلة قبل كل شيء وهي مشكلة السلاح المنتشر في ليبيا يعني المهزوم أو المغلوب على أمره في الداخل العملية السياسية سيحمل السلاح وسينقذب على هذا المشهد ورأيناه عديد المرات يعني من حق البرلمان ممارس الدورة حقيقة وهو المخول من الشعب في سن التشريعات ودعونا أن تكون مرحلة موامة كما قال إبراهيم يعني نحن نريد مرحلة نذهب بها إلى الأمام ليست مغالبة يعني وليس أن يكون في مرحلة إقصائية أن يفصل القانون على أشخاص بعينهم لإبعادهم طيب إذا نحن ارتضينا جميعا بهذه اللعبة أو ارتضاها أحد الأطراف طيب إذن وطلبتها وقبلتها على مضت بعض الأطراف الأخرى برغم الخلافات الكبيرة هناك ثنائية مثل ثنائية ستمبر وفبراير هناك ثنائية البركان والكرامة هناك ثنائيات عديدة في المشهد السياسي الليبي وهناك فجوات كبيرة جدا ما رسخت الانقسام المجتمعي على الأرض الذي أدى إلى خلق فجوة خطيرة وإعادتنا إلى خمسين أو ستين سنة إلى الوراء حديث عن أقاليم وهذا حقيقة يتاجر بها السياسيين في المشهد وبالتالي ليبيا لا تحتاج أنا في تقديري إلى مئتين رأس قادم لربما جديد أو بقاء بعض من هؤلاء في المشهد ليبيا تحتاج إلى رجل حقيقة منقل حقيقي هنا لا أتحدث عن اسم عينه ولكن أتحدث بأننا نبحث عن رجل يقود ليبيا وينتشلها من هذا المستنقع هل من الصعب إيجاد هذا الرجل يعني وضع شروط للترشح وهو الأمر المطلوب ووضع شروط للترشح لانتخابات الرئاسة هل هي صعبة إلى هذا الحد؟ لا إذا كان إحنا رجعنا للمداولات لأعظام مجلس النواب فلديهم حقيقة سؤنية مبيت بعضهم يتحدث عن ثوابة لم نعرفها ولا نريد الحديث عنها ما هي أهداف 17 فبراير غير أنها قتلت وشردت ودمرت ونكلت بالعائلات وغيرها وبالتالي ولا نريد أيضا الحديث على ما قبل 2011 ستمبر ليست ملائكية ولم تقدم الكثير للشعب البيت جميل جدا إذن لنذهب وننظر إلى مبعد 2021 ما الذي يريده الجيل القادم حقيقة وتكون في مرحلة موامة لا نريد تفصيل القانون على فرد أو إقصاء فرد وأن تضع فيه القوانين محكم عليه وأنه لديه جنسيات وغيرها لا لنتفضل في هذه المرحلة جميعا وتكون الكلمة الفيصل فيها للشعب الليبي هو الذي سيتحمل وزر من سيختاره وهذه المسألة الحقيقية والجميع يطالب الديمقراطية طيب ما هي هذه الديمقراطية التي عرضوها وخرجوا من أجلها وهي عليهم قبول كل من سيدخل في الترشح في سباق الرئاسة طيب سيد إبراهيم الميزانية وهو موضوع آخر ومهم جدا ويترتب عليها الكثير من الأمور ليس فقط الأمور الحياتية بل حتى مسألة إخراج المسلحين وتوحيد مؤسسة العسكرية الميزانية بأرقامها والتعديلات التي يطلبها البرلمان من الحكومة كيف ترىها وكيف ترى معوقات اتخاذ هذه الميزانية أو اعتمادها خرج اليوم تسريبات واضحات وأكد أن ملف الميزانية تم التجاوزة وأن مجلس النواب سيذهب لموافق على الميزانية بما في ذلك تخصيص مبالغ مالية تحتاجها بعض الجهات السيادية التابعة مباشرة إلى المجلس الرئاسي سواء كانت أجهزة أمنية أو عسكرية باعتبار المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش في ليبيا وأن المجلس الرئاسي قد نظر في هذه المسألة والحكومة استجابت لبعض المقترحات من مجلس النواب وستكون هذه الميزانية 111 مليار دينار ليبي ولكن بالدولار بالعملة الصعبة أعتقد أنها تعتبر من أقل الميزانيات في تاريخ ليبيا لأنها لا تتجاوز العشرين مليار دينار بشكل أو بآخر لكن تظل هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة أنه للأسف مجلس النواب تستمر في عملية تعطيل هذه الميزانية سيكون يصعب حقيقة على الحكومة التزام بتزديد ما تحتاج عن فوضي العليا الانتخابات حتى توجد الانتخابات لأنها قادت بشكل واضح إذا لم تحصى على قانون الانتخابات ولم تحصى عن ميزانية المطلوبة في شهر أغسطس لن تستطيع إجراء انتخابات على الأقل لرئيسية في الوقت المناسب وأنه كل الأطراف أعتقد أنها تم الاستجابة أو تضمينها في عملية الميزانية إذن الملفات المطروحة أمام البرلمان تقتضي الاعتماد بشكل عاجل غير آجل سيد إبراهيم بالقاسم الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من ترابلوس عبر اسكايب شكرا لك وأيضا سيد عبد البسط بن هامل رئيس تحرير موقع الساعة 24 اليبي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لكم شكرا لكم